اشتركوا في القناة في خططها التي تعزز الاقتصاد الوطني تستمر حكومة مملكة البحرين في دعم السياسات الاقتصادية التي تحرص على تنمية الاقتصاد البحريني والارتقاء بالأوضاع الاقتصادية لمملكة البحرين عبر كافة المبادرات والتوجهات التي تخدم الأهداف الاقتصادية المستقبلية وتمتن الأسس التي تسهم في تحقيق واقع اقتصادي مزدهر للجيل الحالي والأجيال القادمة اجتماع مجلس الوزراء شهد الموافقة على مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني بشأن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 واللافت في الأمر أن مؤشرات الأداء التقديرية الأولية للأشهر الستة المنتهية في 30 من يونيو 2023 أوضحت بلوغة إجمالية أصول احتياطي الأجيال القادمة 614 مليون و300 ألف دولار أميركي خلال عام 2022 كما أظهرت مؤشرات الأداء التقديرية للنصف الأول من عام 2023 لحساب احتياطي الأجيال القادمة ارتفاع إجمالي الأصول المدارة إلى 680 مليون و100 ألف دولار أميركي احتياطي الأجيال القادمة يعتبر صندوقا مهما لحكومة مملكة البحرين وتعود فكرة إنشائه إلى عام 2006 حيث صدر عن جلالة الملك المعظم قانون رقم 28 لسنة 2006 بأن تفتح وزارة المالية حسابا خاصا يسمى حساب احتياطي الأجيال القادمة ترصد فيه الأموال المنصوص عليها في هذا القانون وعوائد استثماراتها كما تم تشكيل مجلس احتياطي الأجيال القادمة يختص بوضع وتنفيذ السياسة والقواعد التي تتبع في استثمار الأموال المنصوص عليها بحسب مقتضيات الظروف الاقتصادية المتطورة وإقرار الحساب الختامي لها وتستمر مملكة الوحرين على نهجها في الحفاظ على المقدرات الوطنية وتعزيز اقتصادها من خلال الحرص على الاهتمام باحتياطي الأجيال القادمة وذلك من أجل ضمان استدامة هذا الاحتياطي الذي تستفيد منه الأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر